اشتركوا في القناة والديناصورات عاشت على الارض منذ حوالي 230 مليون سنة واستمرت على الارض حوالي 160 مليون سنة والديناصورات كان فيه منها انواع كتير والعلماء بيقولوا ان التيور هي الامتداد الحالي لديناصورات وهي اكتر الفقاريات تنوع على وجه الارض وفيه منها اكتر من 9000 نوع وعلماء الاحياء قدروا انهم يتعرفوا على اكتر من خمزومة جنس منها وحوالي 1000 نوع مختلف من الديناصورات الزحيفة وتعرف العلماء على الاشكال المختلفة للديناصورات من الحفريات المنتشرة في انحاء العالم اللي كان منها اللي بياكل العزب ومنها اللي كان بياكل اللحوم وفيه انواع بتمشي على اربع رجول وفيه انواع منها بتمشي على رجلين وانواع منها كانت بتطير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليس لكم الجديد ان شاء الله وبتنقسم الديناصورات الى حوالي 10 عائلات رئيسية منها المدرع واللي كان بيسمى انكلوسورس ومنها المزاركش او زيادة الكورون وبتسمى سيرتوبيسان وهنعرف مع بعض اهم السفات المميزة لاشهر انواع الديناصورات تيرانوسوريكس والنوع ده كان بياكل اللحوم ويتميز بانه ضخم جدا وليه رجول قوية واسنان حدة جدا وكان بيفترس فرائسه بكل سهولة واكله الرئيسي كان الديناصورات اللي كانت بتاكل العصب اللي اصغر منه في الحجم والنوع ده كان شهير جدا وليه انواع كتير السربوديات كانت بتتميز بطولها اللي كان بيوصل لمية ادم تقريبا ووزنها اللي كان بيوصل لمية طن وكان ليها رقبة طويلة جدا واكسامها كانت ساميكة جدا وكانت بتعيش على اكل العزب وكانت من الديناصورات المهيمنة في العصر الجراسي سيراته بيسان او زو الوجه المكرن وكان اشهر انواع الديناصورات واكترها غرابة اللي عاشت من زمان وبتتميز بجمجومة كبيرة مزرقاشة في القرون اللي على رأسها والقرون دي كانت كبيرة وبتحدل تلت حجم الديناصور نفسه وحجم الديناصورات دي كانت قد حجم الفيل تقريبا اللي موجود دلوقتي وكان في منها انواع بتعيش في اسيا كان حجمها زي القطط المنزلية الرابيطور وده كان اكثر الديناصورات المرعبة وليه اسم تاني وهو ديرموسورس وهو مرتبط ارتباط كبير بالطيور الحالية وهو ليه رجلين فقط ويوجد فيها ثلاث سوابع وعنده مخالب فيها وجسمه كان متغطي بالريش عشان يساعده على التيران السيربودات كان بيعيش في العصر الترياسي وكان من الديناصورات اللي كان بتأكل العشب تيتانوسورات ودي حلت محل السيربودات بعد انكرادها وكانت بتأكل العشب وكان لها حراشيف صلبة مدرعة لحمايتها من الانواع اللي كانت بتأكل اللحوم ووجد حفريات كتير اللي النوع دوت في الكتير من الاجزاء في العالم انكلوسورات والنوع ده كان ضمن اخر الديناصورات اللي كانت موجودة على الارض قبل خمسة وستين مليون سنة وكانت بيتتغزى على الاعشاب وحرقتها كانت بطيئة جدا وكانت مسالمة وبيغطي جسمها الدروع واشواك حدا ودي كانت وسائل حمايتها من الكائنات المفترسة الديناسورات الريشية السيربوهود الصغير والنوع ده هو الرابط الرئيسي بين الديناسورات والتيور وملامحها فيها مزيج بين التيور والديناسورات وتم اكتشاف النوع دوت في الصين وهي بتعتبر من اشهر انواح الديناسورات هيدروسورات وسموها اسم تاني وهو الديناسورات ذات من قار البطة وشكل النوع ده غريب جدا وبتعيش على اكل العشب والنوع ده كان بيعيش في مجموعات وكان عندهم القدرة انهم يمشوا على لجلين او اربع رجول والنوع ده من الديناسورات كان بياكل العشب وكان شكله غريب وجسمه مصفح وشائج وكان مرتبط بنوع ديناسورات اخر اسمه الانكلوشورات المدرع اللي عاش في الفترة المتأخرة من العصر الجراسي والتباشري والشكل المصفح ده بيقوله العلماء انها كانت بتتباهى به في فترة التزاوج او كوسيلة لتبريد نفسها من الحر وربما كان لسبابين معا ولكن السؤال اللي بيترح نفسه ازاي انقررت الديناسورات فيه نظريات كتير لأسباب انقراض الديناسورات ومنها اصدام نايزة كبير بكوكب الارض كان قبل 66 مليون سنة لادى الى تغيير مناخ الجو للارض وادى لانقراضهم فيه نظرية تانية بتقول ان الغازات البركانية السمة والغبار على سطح الارض هي اللي قدت لاندصار الديناسورات فيه علماء تانيين بيقولوا ان فيه خلل حصل في السلسلة الغزائية اللي قدى الى مقتل عدد كبير من الكائنات الحية على سطح الارض وفيه بعض العلماء قالوا ان ان الاصابة بالامراض هي السبب في انقراض الديناسورات وبعضهم قال ان التغيير المناخي هو اللي قدى الى انقراضها والديناسورات انقردت قبل وجود البشر على الارض بحوالي 66 مليون سنة ومش كل الديناسورات عاشت مع بعضها بل تعقبه وراء بعض وكل الديناسورات عاشت في عصر الظهر الوسيط والعصر دوت بدأ من 245 مليون سنة حتى 68 مليون سنة ماضية وتم تقسيم العصر دوت لثلاث حقب واحد العصر الترياسي والعصر دوت بدأ من 248 مليون سنة واستمر حتى 266 مليون سنة وانتهى العصر دوت بكارثة طبيعية قدت الى القضاء على حوالي 90% من الاحياء الموجودة على الارض جي بعد كده العصر الجهراسي والعصر دوت عاش فيه باقي الاحياء اللي كانت موجودة على الارض ومنها بعض الديناسورات واستمر العصر دوت لغاية 146 مليون سنة جي بعد كده العصر التبشيري والعصر دوت استمر لغاية 65 مليون سنة ماضية وفي العصر دوت انفصلت اليابسة وبقت بالشكل الحالي تقريبا اللي احنا عايشين عنه دلوقتي وانتهى بالكارثة اللي قدت الى انكراد الديناسورات نهائيا وبكده خلصت حلقة اليوم لا تنسوا الاشتراك في القناة في حزر الجرس ليس لكم الجديد ان شاء الله